سلام عليكم الأوساط الإسرائيلية كشفت بعض التفاصيل الخطيرة التي عرضها الموسادة الإسرائيلية على وكالة المخابرات المركزية السي آي اي وتم عرض كل هذه التفاصيل التي كشفت عنها العديد من الأوساط الإسرائيلية عن طريق هذا الرجل رئيس الموسادة الإسرائيلية دافيد بارنياع اللي كشف من معلومات وطرحها حتى ووضعها أمام إدارة بايدن التفاصيل التي قالها وكشفها كشف لهم أمور لا يعلمون عنها شيئا واللي هي منشأتين نوويتين جديدتين سرية لا تعرف عنها واشنطن أي شيء وهذه المنشآت بحسب التفاصيل التي نشرت بهذا الموضوع هي موجودة واحدة من النقاط هي قريبة من الحدود الإيرانية مع أذربيجان هذه هي أذربيجان التي ترونها بهذا الاتجاه وقال بحسب التقرير بأن المنشأة هي تأتي على بعد خمسين كيلومتر يعني على قرب خمسين كيلومتر من الحدود الإيرانية الأذربيجانية بالإضافة إلى ذلك النقطة الأخرى هي موجودة جنوب إيران وتحديدا وتقريبا في هذه النقطة وهذه النقطة هي تمثل منطقة الأحواز وهذه طبعا المنشأة بحسب التقرير أيضا يتحدث بأن المنشأة هي أقرب إلى شواطئ الخليج العربي وكما نعلم بأن الأحواز يعني هي على مسافة أقل من 100 كيلومتر من الأراضي العراقية وبالتالي هم استطاعوا الكشف عن هذه التفاصيل وتسليمها للولايات المتحدة الأمريكية بسبب كاميرات لها حساسية عالية جدا وخاصة جدا وهذه الكاميرات استطاعت من ضبط هاتين النقطتين وهاتين المنشأتين بهذا الشكل عن طريق معرفتها وملاحظتها بأن هناك إشعاعات غير طبيعية تصدر من هاتين النقطتين وبعدها تدقيق عالي جدا لما يجري بهذه النقطتين وجدوا بأن هناك عملية تخصيب تصير بهذه المنشآت بنسبة تصل إلى أكثر من 20% تخصيب لليورانيوم بنسبة أكثر من 20% وبالتالي الموساد الذي يريد أن يقوله إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأنه الآن أصبحت هناك منشآت جديدة تعلمون عنها التفاصيل وتقدرون الدققون هذا الموضوع بالإضافة إلى ذلك أن هناك منشآت نووية اللي هي المنشأتين التي طبعا الآن عليها المفاوضات بشكل عالي جدا اللي هي منشآتنا تنزل نووية التي يتم التخصيب فيها على مستوى 60% مع إمكانية الوصول إلى نسبة تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% بالإضافة إلى ذلك إلى منشآت فور دو التي بدأوا يضخون طبعا غاز سادسة فلوريد اليورانيوم في أجهزة متطورة جدا اللي هي أجهزة الـ IR6 من أجل الوصول إلى نسبة 20% من تخصيب اليورانيوم بالإضافة إلى ذلك إلى ثلاثة مواقع موجودة في إيران لحد الآن إيران لم تتحدث ولم ترد عليها واللي هي مواقع وجدوا فيها نشاطات وأنشطة لليورانيوم منذ عام 2019 بالنسبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية سئلوا إيران عليها أكثر من مرة ولكن إيران لم يجيبوا على هذا الموضوع فواضح جدا بأن الموساد يريد أن يقول ما الذي تنتظرونه أيها الأمريكيون للقيام بشيء هنا إيران تخالف على كل المستويات وهذه طبعا توضح لماذا وزير الدفاع الإسرائيلي بني جانس جاء بزيارة بعد يوم زيارة رئيس الموساد الإسرائيلي رئيس الموساد الإسرائيلي راح قبل بيوم ووزير الدفاع الإسرائيلي بني جانس وصل بعد بيوم ولديه اجتماعات هائلة جدا وهو أيضا بحسب التقارير يحمل سلة من المشتريات التي يريد أن يشتري فيها أسلحة مهمة جدا تخترق المنشآت النووية وتخترق الأراضي اللي هي طبعا الجبال على مستوى الجبال على مستوى التحصينات للمنشآت النووية فواضح جدا نكشف هذه المواقع للولايات المتحدة الأمريكية ونحصل على القنابل التي نريدها وهنا قد نكون أمام بأن الإسرائيليين يتحركون نتجاه هذه القنبلة اللي هي جي بيو هذه القنبلة طبعا جي بيو 57 بانكر باستر وهذه قنبلة هائلة جدا تستطيع من ضرب المنشآت النووية وفقط طائرتين على مستوى العالم تستطيع من حمل هذه القنبلة اللي هي طائرات البيتو والبي فيفتيتو وهذه لا طائرة البيتو ولا طائرة البي فيفتيتو تمتلكها إسرائيل حتى هذه اللحظة وأصلا الأوساط الأمريكية حفت كثيرا إدارة بايدن من أجل بيع طائرة البيتو وكذلك قنبلة البي فيفتي سيفن بانكر باستر إلى إسرائيل من أجل تحقيق قضية مهمة جدا وهي قضية الردع لإيران وطبعا هذه بلومبرغ منذ شهر سابعة من هذا العام هي تحدثت عن هذا الموضوع واقترحت هذا الأمر على إدارة بايدن أن تتحرك بهذا الاتجاه حتى إيران تصل إلى القنبلة النووية إسرائيل لديها البيتو ولديها هذه القنبلة للتصرف وقد بني جانس يهدف للوصول إلى شيء أكبر من هذه القنبلة أحدث قد يهدف إلى أمر أكبر ألا وهو هذه القنبلة اللي هي طبعا قنبلة مهمة جدا اللي اسمها جي بيو سيفنتي تو بانكر باستر وهي مخترق القبو وهذه القنبلة أصلا ظهرت وعلنت عنها ستارز أن سترايبس المجلة المقربة من الجيش الأمريكي هي التي تحدثت عن هذه القنبلة في شهر عشر من هذا العام قنبلة حديثة جدا واستطاعوا وتمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من عمل اتويكس وتعديلات على طائرات الـ F-15E F-15E إنه تستطيع وتتمكن من حمل هذه القنبلة الهائلة اللي وزنها يصل إلى أكثر من 2220 كيلو جرام الآن تستطيع هذه الطائرات من حملها والإسرائيليين يمتلكون هذه الطائرات اللي هي الـ F-15E ولكن الـ S-300 الروسية الدفاعات ومنظومة الدفاعية الروسية الإيرانيين يمتلكونها وممكن أن تشكل تحدي لهذه الطائرات الـ F-15E وبالتالي قد تكون خيار الـ B2 قد يكون أفضل وأهم بالنسبة للإسرائيليين على الأقل في هذا التوقيت وكذلك بني جانس هو متوجه لتعزيز القبة الحديدية بشكل عال وبشكل كبير على مستوى النظام الراداري وكذلك على مستوى النظام الـ Control اللي يسوي عملية التحكم بين الرادار وبين لحظة الانطلاق للتصدي إلى الصواريخ التي إذا انطلقت بهذا الشكل مباشرة تجي علامة من الرادار إلى الـ Control System إلى طبعا القبة الحديدية وتقوم بالتصدي هناك عملية أبغريدز وتحديثات هو دي يهدف إلها بني جانس كل هذه العلامات توضح لنا بأننا أمام شيء الإسرائيل تهيئ إلى شيء مع الولايات المتحدة الأمريكية ليس هذا فحسب بل أن رويترز أيضا كشفت بأن الوزير الدفاع الإسرائيلي اليوم الخميس لديه اجتماع مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على مسألة تدريبات ريدون يسوها من أجل ضرب المنشآت النووية الإيرانية وهذه رويترز هي التي نقلت هذه التفاصيل شف شنون لقالته من المتوقع أن يناقش وزيراء الدفاع الأمريكي والإسرائيلي اليوم الخميس التدريبات العسكرية المحتملة التي من شأنها التحضير لأسوأ سيناريو ألا وهو تدمير المنشآت النووية الإيرانية في حالة فشل الدبلوماسية ولكن الإسرائيلي واضح جدا بأنهم لا يثقون كثيرا بأن إدارة بايدن ممكن أن تذهب بعملية عسكرية ضد المنشآت النووية في إيران هم لا يثقون بذلك ودليل على هذا الأمر تفاصيل نشرتها إذاعة كان والتايمز أوف إسرائيل على أن الإسرائيليين يريدون أن يقومون بعمليات تدريب محاكات لضرب المنشآت النووية الإيرانية هي واحدة من أكبر العمليات التدريبية التي سيقومها قريبا جدا وهنا نقصد بعملية المحاكات لضرب المنشآت النووية أي بما معنى بأنهم يريدون يتدربون على قضية بالضبط وكأنهم متجهين وبالطريق إلى المنشآت النووية من أجل ضربها وكأنهم يتوجهون لهذه العملية هذا هو معناة محاكات ضرب المنشآت النووية أو ضرب أي أهداف بأي شكل من الأشكال وبالتالي هذه العملية رح تصير بعدد من الأصناف للطائرات ثلاثة أصناف على الأقل بحسب التقرير لنشرات الـ Times of Israel أكدت بأن طائرات الـ F-35 والـ F-15 وكذلك الـ F-16 كلها هي رح تكون في الظل موجودة في هذه التدريبات وكذلك هناك طائرات جاسوسية ستكون موجودة في هذه العملية وهذه كلها العمليات التدريبات والمناورات والمحاكات التي سيقومون بها هي ستكون على البحر المتوسط سيطيرون على مسافة أكثر من ألف كيلومتر على البحر المتوسط لكل هذه الطائرات التي ذكرتها لكم مع الطائرات الجاسوسية في البحر المتوسط للقيام بهذا التدريب وهذه المحاكات لأنه أصلا المسافة من إسرائيل مباشرة إلى إيران هي تحتاج إلى أكثر من ألف كيلومتر حتى يوصلون إلى الأراضي الإيرانية ويقومون بهذه العملية فهذه باختصار ستتم وهذا ليثبتته التايمز أوف إسرائيل على هذا الموضوع ستجري القوات الجوية الإسرائيلية تدريبات واسعة النطاق فوق البحر المتوسط مع عشرات الطائرات التي تحاكي ضرب ضد البرنامج النووي الإيراني وهذه القضية طبعا تأتي لأسباب مهمة جدا ليش الإسرائيليين يتدربون ولا يثقون وهذا يأتي تعزيزا الأمر يأتي تعزيزا لقضية يريدها الداخل الإسرائيلي المعهد الإسرائيلي للديمقراطية وضع دراسة نشرت يوم أمس برغبة إسرائيلية من الداخل أن تتم العملية ضد المنشآت النووية من دون أي ضو أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية لهذه القضية وهذه هي التفاصيل التي نشرت على هذا الموضوع في ظل هذا السؤال الذي طرح بأنه إذا ما كنت أنت تدعم ضرب ضد المنشآت النووية من دون أي ضو أخضر من واشنطن فجاءت عملية التصويت بهذا الشكل طبعا بالنسبة لليهود الإسرائيليين صوتوا بحسب هذه الدراسة بنسبة 58% بأنهم مؤيدين إلى التصرف بمفردهم من دون موافقة الولايات المتحدة الأمريكية كذلك الPolitical Right اللي هم طبعا اليمينيين اليمين السياسي الموجود في إسرائيل أصلا مؤيد بنسبة أعلى بنسبة 67% بأنهم يريدون أن تضرب المنشآت النووية بهذه الطريقة وكذلك الوسط الإسرائيلي اللي هم من أحزاب الوسط اللي موجودين في إسرائيل يؤيدون بنسبة 50% القيام بهذا الأمر وبالتالي يجب أن ننتبه لهذه القضية بأن نفتالي بنت رئيس الوزراء الإسرائيلي هذا الرجل أصلا هو يميني بحت يعني هو من ضمن الناس اللي هم 67% اللي صوتوا أنه يجب أن نضرب المنشآت النووية من دون ضو أخضر من واشنطن وكذلك يجب أن لا ننسى بأنه هو إسرائيلي يهودي هو ليس عربي إسرائيلي مثلا وكذلك بني جانس وزير الدفاع الإسرائيلي وهذا الرجل اللي هو وزير الخارجي الإسرائيلي اسمه يائر لابد هذا الرجل سيكون رئيسا لوزراء إسرائيل في عام 2023 يأتي بديلا وخلفا لنفتالي بنت هؤلاء من أحزاب الوسط هم يمينون طبعا إلى هذه النسبة اللي هي نسبة 50% متضاربة 50% لا يريدون الضربة بهذه الطريقة ولكن هم يمينون إلى حزب الوسط ولكن يجب أن نتذكر ونفهم بأن هؤلاء وهذه الشخصين هما طبعا من اليهود الإسرائيلي وبالتالي يمينون أكثر إلى نسبة 58% إذن ما الذي تنتظره إسرائيل وما الذي تنتظره الولايات المتحدة الأمريكية كل العيون تذهب إلى عودة اليوم الجولة المهمة للمفاوضات النووية والتي هي تعتبر حاسمة ووزيرة الخارجية البريطانية ليس تراس قالت بأن على إيران أن تفهم بأنها أمام اللحظات الأخيرة ونحن مستعدون للوقوف مع حلفائنا من أجل منع إيران من الوصول إلى القنبلة النووية بأي شكل من الأشكال ويجب أن نتذكر بأن ليس تراس هي قدمت تعهدا لإسرائيل بأنهم لن يسمحوا لإيران بالوصول إلى القنبلة النووية بأي شكل من الأشكال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر